ده خلينا نسأل عن سبب تلايف الرئة سبب تلايف الرئة في أسباب أمراض روماتيزمية أو أمراض مناعية وأمراض بيئية وكمان فيه بدون سبب واضح وأسباب أخرى كثيرة يعني نقدر نقول بعض المضاعفات الأدوية أو بعض الأسار الأدوية بعض الأمراض الأخرى يعني أسباب كثيرة جدا وعديدة لكن برضو بطمن أنه مش أغلب حالات التلايف أبدا بتوصل إلى سرطان ده السؤال بقايا مكانة الأسباب للتلايف الرئة مش شرط يوصل لوره سرطان لا خالص وممكن حد يعيش حتى لو فيه جزء من الرئة متلايف وبيعيش وبيتعايش مع عادي مع علاجات الرئة وفيه لوع علاجات فعالة مش قادر أقول أن يجحها 100% ولكنها فعالة فيه ضبط عدم تطور وانتشار المرض للتلايف طيب دكتور أيمن هنرجع تاني للموضوع التدخين لأن فيه انتشار كده لأي مكانة الوسيلة اللي بدخم بيها لا دي أقل نيكوتين لا دي مش بتسيب نفس الأضرار لا دي أخف شوية ياريتني صحح كده المفاهيم في دماغ المدخين خليني أوضح لحضرتك والأستاذة المشاهدين هو أن التدخين كعادة بيجي بيؤثر ويعمل مجموعة من الأمراض لستة طويلة سلسلة طويلة جدا من الأمراض كومبو كده يعني دخلة كده تشكيلة كده مثلا السد الرئوية اللي هي محدش بيتكلم عنها كتير لكنها انسداد في سرايان الهواء وتهتك في نسيج الرئة ببساطة يعني وده بيعمل درجة من درجات فشل التنفسي يعني المريض مش قادر ياخد نفسه ولا يتحرك ولا يلبي الجهاز التنفسي كما لو كان في حاجة اسمها فشل كلاوي نسمع عنه الكلية لا تعمل كمان هنا بتبقى الرئتين وجهاز التنفسي بيحصلها زي النوع من التصلب كده نوع من التضيق في سرايان الهواء في الشعب الهوائي ده بيبقى موجود مع مريض السرطان يعني سرطان الرئة عنده كومب وعنده ده وعنده ده وعنده تشكيلة كمان من الإصابات الشريانية سواء شريان القلب أو شريان الجسم كله مجموعة كده من الأمراض فاحنا بنحرص على كل دول نمنع التدخين ونقلل التدخين مش بس عشان سرطان الرئة لكن علشان مجموعة الأمراض المتتالية اللي هي بتأثر على quality of life أو جودة الحياة أو نوعية الحياة المريض بيبقى عايش ولكنه مش قادر يعني يؤدي مهامه المعيشية الحياتية بصورة طبيعية